لماذا لجأت موسكو إلى ضرب البنية التحتية؟ مساء الخير تحياتي لكم وعليدي فيكم الكريم أنا أعتقد أن في الدرجة الأولى انتقلت موسكو إلى مرحلة جديدة من هذه العملية الأسكرية بشن حجمات على مشاريع البنية الأسكرية والمدنية التحتية لأسباب باحثة جدا واضح أن السبب الأول هو السبب الأسكري والسبب الثاني هو طبعا تقليل القدرات الأوكرانية في مثل هذه الظروف عندما الجيش الأوكراني يتقدم والجيش الروسي هو في موقف الضفاع الناشط فلذلك نشهد هناك هذه القصوات الحجمات على البنية التحتية في البداية كنا نفكر أنه مجرد التغذير ولكن على مدار الأسبوعين هذه الحجمات تستمر على مقارات القيادة الأسكرية الأوكرانية على المنشآت الطاقة وغيرها من المنشآت ولكن في نوس الوقت هناك الرأي مفادق ولكن يفهم التعامل مع مراكز القيادة العسكرية ولكن مع البنية التحتية ومحطات الطاقة حتى في القواعد المتعلقة بالعسكرية والمعاهدات المتعلقة بهذا المجال فهذا يعتبر محرم نعم وأيضا كان محرمة ضربات الأوكرانية التي تستمر على المدن التي تخطي السيطرة الروسية بما في ذلك على الأحياء السكنية ولكن عندما يضربون مثلا ما خططت تزبيت الطاقة الكهربائية هذا تقلل من قدرة القوات الأوكرانية من اللوجستيات ونقل القوات ونقل المسلحة ويتم ضرب هذه المنشآت المدنية مثلا مصنع في أوقات الليل عندما لا يوجد هناك مثلا العمال والموظفين لتقليل الخصائر بين السكان المدنيين والجيش الروسي يأخذ ذلك في أين الاعتبار